السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعطيناهم أكبر من حجمهم استغلوا خطأ واحد وسجلوا هدفا كان يجب أن نفعل ذلك طوال التسعين دقيقة وأن نمتلك الأفضلية لأننا نلعب في بلدنا كان يجب أن نقاط وأن لا نحترمهم زيادة عن اللزوم وتابع المعزة علي هو فريق عادي جدا مع احترامي لهم ألف مبروك الفوز بالمباراة لكننا أعطيناهم الهدف الذي سجلوه وأثرت تصريحة المعزة علي غضبا واسعا بين الجماهير المصرية التي ترى أن الأهلي كان بإمكانه أن ينهي المباراة بعدد كبير من الأهداف لو لا تردعه غير المبرر للدفاع في الشوط السين هو قل الأعلامي أحمد شبير لا أريد صنع أزمة وأن تغضب جماهير الأهلي لكن المعزة لا يلعب كثيرا وبعيد تماما عن مستوى لكنه يتحدث بهذا الشكل وفي النهاية الأهلي فاز على الدحيل وتاهل إلى نصف النهائي والدحيل أصبح خارج البطولة ويلعب على المركز الخامس والسادس والأهلي حقق الهدف وهو الفوز ويلعب على المركز الخامس والسادس ويلعب على المركز الخامس والسادس